أبرز الفعاليات والأنشطة المحلية التي شهدتها المحافظات في الجولة التالية أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات خلال مؤتمر صحفي عن نشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2017 للجامعيين وخارجي كليات المجتمع المدني على موقع ديوان اعتبارا من تاريخ السابع عشر من كانون الأول تمهيدا لإصداره رسميا منتصف كانون الثاني والذي يتم اعتماده لتعبئة شواغر الأجهزة الحكومية حرصا من ديوان الخدمة المدنية على الشفافية والنزاة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين يطلق هذا الكشف لكل المتقدمين لديوان الخدمة المدنية لمدة عشر أيام من 17 إلى 27 حتى يطلع المواطن على دور التنافس في هذا الكشف وين أنت في هذا الكشف تعرف من أمامك ومن خلفك نقاطك التنافسية بناء على سنت التخرج بناء على تاريخ تقديم الطلب بناء على معدل التنوية العامة بناء على معدل البكالوريوس نقاطك مجموحا حصلت من 70 نقطة 50 إذا جاء دورك رقم 20 ولا 30 ولا 40 وبالتالي إذا كان في أي خلل في هذه البيانات الموجودة في هذا الكشف التنافسي يرجى تزويدنا بأي ملاحظة للمواطن أو للمتقدم نظم مواطنون وسوريون وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في عمان احتجاجا على مواصفوه بالصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وردز المشاركون هدفات ورفعوا يافطات طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف نزيف الدم ووقف تشريد وتهجير الأبرياء جينا اليوم وقف احتجاجي قدام الأمم المتحدة لتأخذ دورة بالأحداث التي تصير بحلب حاليا 50 ألف محاصر ما عندهم أي مقاومات للحياة وجينا كمان تلوي للنداءات اللي طلعت من داخل حلب اللي عبطالبه الأمم المتحدة بتأخذ دورة المحاصرين داخل حلب ما عندهم أي مقاومات للحياة لا يوجد أطباء ما في غزاء 50 ألف طفل شيخ مسن عبينتزروا قرار أممي أو قرار من الدول أن توقف وقفة حق ما رح نقول أكتر من هيك موقفنا اليوم للتنديد بصمت الأمم المتحدة وللمطالبتها بأن تقوم بدورها الفعال تجاه الشعب السوري وتجاه ما يحدث في سوريا وأن يكون لها كلمة مناصرة للمدنيين ونحن لا نطالب الآن للعسكريين نطالب للمدنيين للأطفال للنساء وهذه ثاني الفعاليات إن شاء الله لقدام رح يكون فينا فعاليات أكبر طلب أهالي لواء لقويرا شمال محافظة العقبة بتأهيل بعض المناطق في اللواء نتيجة تعرضها للسيول الجارفة بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المملكة والتي أحدثت ضررا كبيرا في البنية التحتية وأضاف السكان أن المخاوف من أضرار السيول والانجرافات ما يزال مستمرا نتيجة عدم التخطيط حتى أصبحت عرضة في كل فصل شتاء للدمار والضرر البالغ ما يؤثر على حياتهم إضافة لمداهمة مياه الأمطار لبعض المنازل بسبب عدم استيعاب قنوات تصريف المياه مطالبين الجهات المعنية بصيانة عاجلة لقنوات التصريف هناك خطورة على أطفالهم وعلى البشر داخل الحياة هناك خطورة والله وهذه الملاحظة سترى حتى الأهالي سترى معناتهم كل الأهالي لما تطفح العبارة بتسير على الحي كله كل الحي بتعباء مياه بصراحة منطقة السيول الجارفة ويتضرر منها المواطنين وهي خارج إرادة البلدية لا تستطيع البلدية بالنسبة للسيول في المنطقة ففي عندك منطقة الشابة سيول الجارفة أيضا في منطقة الراشدية هناك كمان منطقة جارفة